في أول تعليق عما ما يتردد عن صحة وجود قدوم قوات لها لا عدم قال محمد أنعم رئيس الدائرة الإعلامية بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق محمد عبدالله صالح عفاش عضو مجلس القيادة الرئاسي ترابط قوات حراس الجمهورية في متاريس الدفاع عن الجمهورية في الساحل الغربي حيث معركتنا الوطنية وبوصلتها تتجه نحو تحرير العاصمة صنعاء وما يتداوله البعض عن تحرك ألوية نحو عدن إشاعات كاذبة فعدو شعبنا يحتل صنعاء وفي معرض الرد الرسمي على تلك الإدعاءات أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أن مدينة عدن خالية من أية قوات غير القوات التابعة له حيث أكد علي الكثيري المتحدث الرسمي باسم المجلس أن الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات من خارج عدن إلى داخل مطار المدينة وقصر معاشيق غير صحيحة وأكد أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي هي من تسيطر على مطار عدن الدولي وقصر معاشيق متهما ما أسماها باء مطابخ الأعداء بأنها هي من تقف خلف هذه الشائعات التي تحدثت عن استبدال القوات الحامية لمطار عدن والقصر الرئاسي في المدينة من جانبه أكد القيادي الجنوبي وضاح بن عطية عضو الجميع الوطنية أن من يصدق إشاعات العدو يجب أن يعرف أن عنده حالة نفسية وسببها من متابعته لقنوات الحوثي والإخوان لأنها تؤثر عليه دون أن يعلم وبمجرد سماعه الشائعات يصدقها وأضاف بن عطية في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا لدينا قيادة عليا وطنية وقيادات ميدانية مخلصة أفضل مننا ولا يعتقد المشككين من بيوتهم أنهم أحرصوا على الجنوب من المرابطين بالجبهات وتابع قائلا من المعروف أن الحوثي سيطر على أجهزة الدولة في صنعاء ومنها جهاز الأمن القومي والأمن السياسي ولهذا فإن أغلب العمليات الإرهابية تستهدف القيادات الميدانية تتم بتخطيط من الحوثة وبتعاون من تنظيم الإخوان في اليمن اشتركوا في القناة